اشتركوا في القناة 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 سيارات الثمانينات ستشوف الاسلوب المعايشة في تلك الوقت او طريقة المحادثة بين الناس في هذا الوقت تفاصيل جدا مهمة لازم تكون في هذه النوعية من الافلام على اساس انك انت كمشاهد تستمتع مع هذا العمل ايضا الفيلم يحتوي على الرعب الرعب اين هنا الرعب النفسي وليس رعب الشكل وليس رعب الجن وليس رعب الشعوذة ولا وجود المطوع الذي يساعد العائلة انها تخرج من هذا المكان لا هنا في رعب نفسي رح تدخل لك الحرب كأنها رعب رح تجاب لك الصاروخ اللي ضرب الشقة كأنه طلع منه جني والجني هذا استقل المكان اي نعم هناك في لقطات موجودة تشاهد فيها روح داخل هذه الشقة وتشاهد فيها لقطات سريعة لكن انا اشوفها الرعب هنا رعب نفسي والرعب نفسي هذا عطاك مجال اكثر انك تعيش مع الفيلم وتعطي الفيلم هذا امكانيا تكون من الافلام الجميلة طبعا تمثيلا المخرج بابك اعتمد على المثلة نرجس رشيدي نرجس رشيدي في هذا الدور رح تشوف مثلة بارعة مش ببسيطة بل بارعة تضاهي المثلات التي توجد في هولوود ايضا رح تحصل انك انت تشوف مثلة بمقام المثلات الهولوودية عندها كارزمة في شكلها عندها كارزمة في اسلوبها المحادثة او طريقة كلامها في حركات جسدها وفي حركات عيونها الصمت عندها جدا جميل يوم تصمت وما تتكلم تحس ان الصمت هذا يحدث لك مفاجأة ويتكلم تتكلم في امور مهمة جدا دورها جدا جميل ودورها جدا مفعم بالحيوية في هذا العمل ايضا في دور الطفلة افين منشاندي افين منشاندي هاي طفلة موجودة في هذا العمل يا اخي انا يعجبني في السينما الايراني ان الاطفال ما اعرف يا اخي دائما الاطفال تحس انهم يجسدون الادوار بشكل جدا عميق عندهم كارزمة خاصة فيهم انا مش عارف شو طبيعة السينما في ايران او كيف يدرسونهم هذه الطبيعة هل هي الثقافة تدرس في السينما في ايران من الطفولة عساس ان يطلع لك طفل بهذه الامكانيات الخارقة في تمثيل يا اخي حتى في اطفال في هذا الفيلم ايضا سواء كان دور الطفل المراهق او دور الطفل اللي عمره تقريبا عشر سنوات يا اخي النظرات عيونه وطريقة تمثيله تحس انه مثل كبير طبعا قبل ما اقولكم تقييم الفيلم هذا الفيلم هو من الافلام الرعب التي انا اشوه في نظر الخاص يجب ان تدرس لسينمة هوليوود هوليوود اي نعم تعمل افلام رعب جميلة وافلام رعب فيها مزايا خاصة بالغرافيك ديزايني او بالساوند افكت الصوت الممثلات الصوتية لكن لحتى الان ما وصلت للمرحلة انها تعمل افلام رعب فيها دراما مشوقة اللي هي دراما الانسانية اي نعم ما شوفنا الفيلم فيه دراما انسانية اكثر افلام الرعب اللي حديثة اللي مشت فيها امريكا ما اخوذة من افلام يابانية الحين جاء الدور انهم ياخذون من ايران إيران أفلامها تدرس أنا أشوف الإيران مدرسة في عمل السينما العالمية لذلك تقييمي لهذا الفيلم أي نعم هو فيلم جميل أي نعم هو فيلم رائم أي نعم هو فيلم الأفلام المشوقة لكن ليس بعض الأفلام إيراني لكنه هو فيلم جميل ويستحق المشاهدة وأنا تقييمي لهذا الفيلم أربعة من خمسة في النهاية أنا عندي سؤال بسيط للمشاهدين مشاهدين العزاء اللي يتابعون السينما العالمية وانتو تابعتوا اكيد افلام ايرانية تقدرون تقولولي افضل فيلم ايراني انتو شفتوه شو اسمه يا ريت تعطوني عنوان لفيلم جميل عشان انا اتثقف منكم واخذ منكم معلومات في الكومنتات طبعا اشكركم شير لايك سبسكرايب على قناة سينما من سينما محمد سيفرياني شكرا للمشاهدة